مساء الخير وقلم بكم في المصر فاندي انبارح قلنا ورددنا مع بعض تصرحات الرئيس التركي وكان في بداية الكلام يعني في اتجاه ان يا جماعة السياسة حاجة واي حاجة في الدنيا حاجة تاني يعني البعض يسمي المنطق احيانا علم الاخلاق والسياسة علم الليه اخلاق يعني بيعتبروها ان هي ملهاش سقف او ملهاش نظرية محددة دايما الغاية تبرر الوسيلة ممكن حد سياسي يقول تصريح ويرجع بقى كده يقول عكسه عشان كده متاخدش تصريحات السياسة دايما على محمل المشي الجد بقى المحمل المباشر ان هو ده قرار لفلان احيانا بتبقى مغازلة احيانا بتبقى مكايدة احيانا بالبلدي بلغة السوق بيجيب اخرك بيشوفك هتتهز حتتراجع هتتهور عشان كده مبارح لما رجب طيب اردوغان الرئيس التركي اتكلم عن مصر في حديثه وبشكل يبدو او بدل البعض انه هو كويس وجميل وطيب قلنا بلاش نتصرع ده مش معناها ان احنا خلاص الموضوع تحل والمشكلة وحتى رد الادارة المصرية كان متعقل جدا في المرات السابقة كان دايما نقول يعني قد بالسابت وورينا انت عندك ايه عندك اعلام مضلل بتحميه وبتدعمه عندك مخططات في سوريا ومخططات في ليبيا ومخططات في شرق المتوسط عندك نظرة استيطانية استعمارية مش عايز تتخلى عنها دايما كان بيبقى دارة الدنا وفعلا ده اللي حصل النهاردة شوش اغلو وزير الخارجية التركي قادلة بتصرحات في اتجاه معاكس تماما رجع تاني يتكلم عن فكرة 30 يونيو والنسى الاوضاع السياسية في مصر بعد احتجاجات 30 يونيو ومصمم ان هو يمشي في نفس الاتجاه اللي فيه تدخل صارخ في شؤون الدول يمكن لم يصبق واتحدى ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ذكر اسم رجب طيب اردوغان في جملة مفيدة بل ان المسئولين المصريين حتى غير الرئيس او السياسيين نادرا لما تلاقي حد فيهم مهتم مثلا بحزب مش عارف بعبدالله جولن فتحالله جولن عفوا وصراعاته مع مش عارف رجب طيب اردوغان او حزب الشعب الجمهوري وصراعه مع حزب الحرية والعدال يعني الشأن الداخلي لدولة تركيا لا يعنينا ولا يشغلنا على الاطلاق ليه العكس ده مش موجود عند تركيا ما عرفش عايزين مننا ايه وعايزين يوصلوا ايه طبعا احنا عارفين ولكن لغاية امتى هيفضل المناخ التحريدي اللي شغالين فيه وبدعم قطري وبنفس الطريقة وبالشعب كده واحد يضرب والتاني يلاقي او يعني بيشوفه اخرنا ايه احنا ثوابتنا معلنة ووضحة وصريحة هتبطل تدخل في شؤوننا هتبعد عن ليبيا وتبطل تدخلات في ليبيا ساعة معنلك الخط الاحمر وانت واقف هتبطل يعني الاطمعك الاستعمارية في غاز شرق المتوسط ساعتها احنا ما عندناش معك اي مشكلة هتستمر في هذا النهج تأكد مش هتلاقي مننا غير يعني القوة والقوة الغشمة زي ما بيقولوا يعني ما عندناش استعداد نتراجع او نتنازل وما اعتقدش ان فيه اي ثوابت عندنا تغيرت من 2013 لغاية النهاردة احنا كل اللي بنقوله خليك في حالك خليك في نفسك الاخوة اللي عندك اللي عمانين رددوا ان عشرين بالمناسبة جماعة يعني مفروض المفروض ان بكرة فيه ثورة يعني الاعلام الخاين في تركيا وتوابعهم وذيولهم المفروض ان هم كده حيناموا النهاردة بالليل بدري ويصحوا عشان عندهم ثورة الصبح فين وازاي الله هتلاقوها يعني هالثورة على فكرة هتلاقيها على قناة الجزيرة وحتلاقي حشود وخمسين مليون طلعين من شرع فيصل قبله سبعين مليون لطلعين من مدان الجيزة مواعدين خمسة ستة مليون قاعدين على القهوة في مدان سفينكس يعني هتلاقي ثورة على قناة الجزيرة بكرة من اخراج مخرج فاشل كالعادة فاحنا مكملين ولن نلتفت للكلام ده والشعب المصري اه عنده مشاكل وزعلان من قرارات او قوانين معينة والدولة بتوضح له اسباب هذي القوانين ولكن ثورة تاني يوك بالتركي يعني